فطيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن لحيته تتساقط إذا أمسكها بيده أو إذا كان يتوضى فهل عليه إثم وما حكم قيامه بتمشيطها في هذه الحال أما أنه يتوضى وأنه تتساقط بسبب الوضوء هذا لا يواخذ عليه لأنه مطلوب منه الوضوء وما أنه يتسبب في تساقطها في المكد أو غير ذلك فلا يجوز له ذلك لا يجوز له وإن استعمله يرفق استعمله برفق